أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي وليعهد الفجيرة أهمية دور العلوم الإنسانية في إثراء العقل البشري وتنويره وفي إدراك الحاضر وفهم المستقبل وتحليل الظواهر الاجتماعية وإبراز القيم الأصيلة التي ترتقي بوعي الإنسان وجوهر وجوده على الأرض جاء ذلك خلال افتتاح سموه مقر بيت الفلسفة في الفجيرة بحضور سعادة الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبو ظبي للغة العربية الأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب وجمع من الشخصيات الثقافية المرموقة وذوي الشأن الاجتماعي والسياسي وأشار سموه إلى دور المؤسسات الثقافية في رفض العلوم الإنسانية وتعزيز مكانتها وأهميتها في تشكيل وعي المجتمعات وتطويرها مؤكدا حرص إمارة الفجيرة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة على تطوير قطاع العمل الثقافي وتعزيز القدرات الفكرية والإبداعية لأفراد المجتمع بهدف مواصلة ازدهار الدولة في المعرفة الإنسانية وتحقيق رؤيتها في مجال الانفتاح الفكري والحضاري بين شعوب العالم